موسيقى الجيش اليمني يهاجم الحوثيين في نهم والتحالف يدمر ورشا لتصنيع الصواريخ في صعدة بعد جحيم داعش وشقاء المخيمات نازحوا الموصل يستعدون للعودة إلى ديارهم لعبة موتن على جهزة دكية الحوث الأزرق يفتك بأرواح المراهقين حول العالم موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم ضرب زلزال بقوة 6 درجات و15 درجة العاصمة الإندونيسية جاكرتا ومدن أخرى في جزيرة جاوة مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل ووقوع أضرار مادية وأوضح المعهد الأمريكي للزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 91 كيلومترا وضرب مناطق في شرق وجنوب شرق مدينة سيباتوغا الساحلية ولم تسجل أي إشارات لموجات التسنامي على الفور شنت قوات الشرعية اليمنية هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وأسفرت هجمات القوات عن وقوع العديد من القتل والجرحة في صفوف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران نشرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيلة لعملية استهداف تمت قبل أيام لورش تصنيع وتعديل صواريخ أرض أرض وصواريخ باليسية في صعدة والتي يوجد بها عدد من الخبراء والفنيين الأجانب يذكر أن الجيش اليمني كان أعلن الخميس أنه رصد حوالي 250 خبيرا إيرانيا في صعدة والحديدة قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن ما تقوم به إيران حاليا غير شرعي ويساهم في قتل الأبرياء مؤكدا أن فضح ما تقوم به طهران أمر مفيد للمجتمع الدولي لتوعيته بشأن ما يجري هناك وأوضح أن الولايات المتحدة لا تعتزم الرد عسكريا على إيران بسبب دورها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط مشددا على أن الرد الأمريكي لن يتعدى الإطار الدبلوماسي في العراق عبر موصليون في مخيمات نزوح في أربيل شمال البلاد عن أملهم بسرعة عودتهم إلى ديارهم في الموصل مؤكدين استعدادهم للعودة بأسرع وقت ممكن لإعمار مناطقهم وقراهم التي تحررت أخيرا من احتلال داعش وإرهابه الزميل حسام الأحبابي تحررت الموصل من داعش وتخلصت جميع قراها ومناطقها من إرهابه بينما التفاؤل ينتاب النازحين هنا بمخيمي الخازر وحسن شام شمالي العراق حيث ينتظرون ثمار صبرهم بإعمار ديارهم التي دمرها الإرهاب لعل الأمل في قادم الأيام من بناء وتطلع لمستقبل جديد صار سؤالا حتى على لسان الأطفال في هذه المخيمات التي تنبض بأحلامهم البريئة برغم قساوة ظروفها يبدو أن الحال بعد التحرير تحتاج إلى همة بناء توازي همة الخلاص من داعش الذي تسبب في هدم مدن وقرى حيث تعالت أصوات النازحين تعبيرا عن رغبة كبيرة بالعودة لكن الحاجة لإعادة البناء وقلة إمكاناتهم أسباب توقفنا عندها بسرعة يعني هناك ناس بياتوا تفلش ما يقدر بياتوا تفلش يعني ممحي عن الأرض التعويضات يمطونوا ما يمطونوا تعويضات اللي يريد بيوت يعني يأجر قير عنده فلوس تجيه مصحيح أنا لا أجب فلوس أرملهم ما عندي على الرغم من أن المخيمات التي تأوي النازحين تملأ شمال العراق وغربه إلا أن أعدادها في انخفاض مستمر لا سيما وأن عجلة الإعمار قد انطلقت بالفعل وربما تكون كفيلة بتحويل هذه الخيام إلى أطلال باع تنظيم داعش الإرهابي حتى الآن ألف وسبعمائة فتاة وامرأة أيزيدية عراقية بالعملة الصعبة على سماسرة بدورهم باعوهن إلى دويهن بأموال طائلة بعد ثلاثة أعوام من اقتيادهن جاريات وسبايا للاستعباد الجنسي من قضاء سنجار وقرى غرب الموصل شمال العراق المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل جمال العربي الطفل هو اسمه خلف غريب خضر من مواليد تسعة واحد ألفين وثمانية وسعر المبلغ المطلوب مية وخمسة وستين ورقة دولار يعني ستعاش ألف وخمسمية هذا والثانية البنت أختها أيمن خلف غريب المواليد عشرة اثناعش ألفين وواحد يعني عمره ستعاش سنة المبلغ المطلوب مية وداعش ورقة دولار هذا موجود طفل وأخته للبيع هذا ما جاء في نص الرسالة التي أرسلها والد الطفلين الإزيديين يطلب المساعدة من مكتب المرجع الديني للإزيديين لتحرير ابنيه من قبضة داعش ويعرض تنظيم داعش الإرهابي يوميا فتيات ونساء إزيديات مع من بقي من أطفالهن للبيع على المهربين وتجار الرقيقة خصوصا بعد طردهم من الموصل نعم انتهى الحرب لكنه لم ينتهي قضية الصبايا وقضية السبايا الإزيديات لحد الآن أكثر من ألفين وثمانية مائة بنت إزيديا بين أنياب داعش وبيت قبضة داعش فائزة وهيفاء وسوسا وشيرين كلها أسماء لنساء إزيديات تم تحريرهن من قبضة داعش بعدما تم وبصعوبة بارغة جمعوا لكل واحدة منهن مبلغ مالي يقدر بسبعة عشر ألف دولار من أجل تحريرهن الجماعة التي كانوا في اتصال معكم كانوا يشترون بنات البنات من مثل إيد لإيد الداعش يبيع بخمسين أو بخمسمائة أو مائة دولار حسب قيمته يبيع والثاني للأخير يزيدي يشتري بدفتر كامل يعني عشرة آلاف دولار أو مرات يصل إلى أنا عندي رسالة موجودة بتلافوني قبل ما أصل إلى دبي وصلي بنوأك ولد يعني طفل وطفلة أحدهما بدفت يعني بسبعة عشر ألف وخمسمية وأكد هادي بابا الشيخ بأن عدد المختطفات الإزيديات التي تم شراؤهن من قبل ذويهن من قبضة داعش وصل إلى ألف وسبعمائة فتاة ومرأة مقابل أموال طائلة جزء كبير منها يحصل عليه التنظيم بواسطة سماسرة وتجار البشر كما تساءل عن مصير باقي الإزيديات المفقودات جمال عريب الأخبار الآن أبو ضبي قال مدعون أمريكيون إنهم وجهوا اتهامات إلى امرأة في نيويورك بتهمة غسل ما يزيد عن 85 ألف دولار أمريكي من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة بيتكوين الإلكترونية لمساعدة تنظيم داعش ويقول المدعون إن المتهمة حصلت على قرض وعدد من البطاقات الاعتمالية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين مشيرين إلى أنها كانت عاقدة النية على الذهاب إلى سوريا شددت ألمانيا من إجراءاتها الأمنية في أسواق هدايا عيد الميلاد في أنحاء البلاد وذلك بعد عام على الهجوم الإرهابي بشاحنة على سوق في برلين وفي الحادث خطفت تونسي أنيس العامري الذي كان على صلة بإرهابيين شاحنة في التاسع عشر من ديسمبر كانون الأول وقتل سائقها ثم دهس بها حشدا في سوق لهدايا عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات فاصل قصير ونواصل نشرتنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف رسميا أن بلاده سوف تستأنف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة في فبراير المقبل وكانت موسكو علقت رحلتها الجوية لمصر بعد أن أسقط مسلح تنظيم داعش طائرة روسية بقنبلة في سيناء في أكتوبر عام 2015 ما أسفر عن قتل كافة ركابها البالغ عددهم 224 شخصا قررت اليابان فرض عقوبة إضافية على كوريا الشمالية عقب تهديدات متكررة متمثلة في برامج بيونج يانج الصاروخية والنووية ونقلت رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قوله إن العقوبات ستكون بتجميد أصول 19 مؤسسة كوريا الشمالية جديدة التوتر الحاصل بين المجتمع الدولي وكوريا الشمالية ليس وليد اللحظة بل بدأت الأزمة بينهما قبل ثلاثة عقود خلالها لم تلتزم بيونج يانج بقرارات الأمم المتحدة ومعاهدة منع الانتشار النووي العالمي فكانت تجري تجربها الصاروخية والنووية وشكلت خطرا وتهديدا على المستويين الإقليمي والعالمي الزميل عطاء الدباغ يضعنا في أهم المراحل التي مرت بها أزمة كوريا الشمالية مع المجتمع الدولي لسنوات طويلة تمثل كوريا الشمالية تحديا لنظام منع الانتشار النووي عالميا لتطويرها برنامجا نوويا وصاروخيا ينتهك الالتزامات والمعاهدات الدولية فضلا عن تصديرها تلك التكنولوجيا إلى دول أخرى بهذا يحاول أعضاء المجتمع الدولي منذ ما يزيد على ثلاثة عقود وضع حد للقدرات النووية والصاروخية لبيونج يانج يستعرض معكم أبرز المحطات التي مرت بها أزمة كوريا الشمالية في الثاني عشر من آب أغسطس سنة 1985 وقعت كوريا الشمالية على معاهدة منع الانتشار النووي وفي الأول من آذار مارس سنة 1994 أجرى مفتشوء الوكالة الدولية أولى عملياتهم لمنشآت نووية في كوريا الشمالية ومن سنة 1996 إلى سنة 2000 عقدت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سبع جولات من المحادثات المتعلقة بالصواريخ لكن جميعها لم تثمر عن أي اتفاق بعد ذلك صعدت كوريا من ممارساتها اتجاه المجتمع الدولي وعطلت في كانون الأول ديسمبر سنة 2002 أجهزة مراقبة وكالة الطاقة الذرية على المنشآت وطالبت مفتشي الوكالة بمغادرة البلاد بعدها بعام فتحت كوريا الشمالية نيرانها على المجتمع الدولي فأعادت تشغيل مفاعلها النووية وأعلنت انسحابها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بعدها بثلاث سنوات عادت كوريا لحقل تجاربها فأطلقت سبعة صواريخ باليستية بينها صاروخ تايبوتونغ الثاني طويل المدى وفي التاسع من تشرين الأول اكتوبر من العام ذاته أجرت كوريا أول تجربة نووية لها تحت الأرض لم يتوقف التعنت الكوري الشمالي على إجراء التجارب بل كانت بين الحين والآخر تطلق تهديدات لدول الجوار خاصة كوريا الجنوبية التي هددت بضربة نووية في الرابع والعشرين من كانون الثاني يناير سنة 2010 وفي أعقابها وحتى سنة 2013 اقتصرت الأحداث على تحركات دبلوماسية مكثفة بين كوريا الشمالية والدول الكبرى من سنة 2015 إلى سنة 2017 أجرت كوريا نحو 12 تجربة لصواريخها الباليستية منها قصيرة وبعيدة المدى ومنها ما أطلق لأول مرة من غواصة في الثاني من آيار مايو من العام ذاته تم تشغيل نظام الدفاع الصاروخي ثاد في كوريا الجنوبية تحسبا لأي أفعال طائشة من جارتها الشمالية ومنذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا عقد مجلس الأمن 14 جلسة بشأن كوريا الشمالية وتجاربها الصاروخية والنووية ومر ست قرارات ضد بيونج يانج ما زالت لا تلتزم بها أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاس موفقة دول التكتل على بدء المرحلة التالية من مفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بريكزيت بعد توصل الاتفاق مع لندن بهذا الشأن من جهتها أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تغريدة على تويتر أنه تم إنجاز خطوة مهمة على طريق بريكزيت في سن المرهقة يتنامى لدى الطفل حب الاطلاع والرغبة في اكتشاف المجهول وهو ما يفسر إدمنه على بعض الألعاب الإلكترونية التي قد تشكل خطرا يصل إلى تهديد حياته كما في لعبة الحوت الأزرق التفاصيل في تقرير الزميلادي منجم الحوت الأزرق هذا الحيوان الذي يعرف بكونه لطيفا تحول بسبب لعبة إلكترونية إلى وحش مفترس يؤدي بحياة الأطفال والمراهقين حول العالم ففي الفترة الأخيرة ضج العالم العربي بخبر انتحار الطفلين في الجزائر جراء الإدمان على لعبة إلكترونية تسمى الحوت الأزرق فقد أقدم طفل في التاسعة من عمره على الانتحار بعد أن تجاوز كل مراحل اللعبة ووصل إلى تحدي الموت فلف حبلا حول عنقه داخل حمام المنزل وشنق نفسه بطريقة غريبة يأتي ذلك بعد أيام قليلة على إقدام طفل آخر يبلغ من العمر أحد عشر عاما على شنق نفسه داخل غرفته بسبب اللعبة ذاتها لعبة الحوت الأزرق أو بلو ويل هي تطبيق يحمل على أجهزة الهواتف الذكية يتكون من خمسين مهمة تستهدف المراهقين بين الثانية عشر والسادسة عشر عاما وبعد أن يقوم المراهق بالتسجيل لخوض التحدي يطلب منه نقش الرمز F57 أو رسم الحوت الأزرق على الذراع بأداة حادة ومن ثم إرسال صورة للمسؤول لتأكد من أن الشخص قد دخل في اللعبة بالفعل بعد ذلك يعطى الشخص أمرا بالاستيقاظ في وقت مبكرا جدا عند الرابعة فجرا مثلا ليصل إليه مقطع فيديو مصحوب بموسيقى غريبة تضعه في حالة نفسية كئيبة وتستمر المهمات التي تشمل مشاهدة أفلام رعب والصعود إلى سطح المنزل أو الجسر بهدف التغلب على الخوف وفي منتصف المهمات على الشخص محادثة أحد المسؤولين عن اللعبة لكسب الثقة والتحول إلى حوت أزرق وبعد كسب الثقة يطلب من الشخص ألا يكلم أحدا على الإطلاق ويستمر في التسبب بجروح لنفسه مع مشاهدة أفلام الرعب إلى أن يصل اليوم الخمسون الذي يطلب فيه منه الانتحار إما بالقفز من النافذة أو الطعن بالسكين أو شنق نفسه الحوت الأزرق ليست كغيرها من الألعاب الإلكترونية إذ لا يسمح للمشتركين فيها بالانسحاب منها وإن حاول أحدهم فعل ذلك فإن المسؤولين عن اللعبة يهددون الشخص الذي على وشك الانسحاب ويبتزونه بالمعلومات التي أعطاهم إياها لمحاولة اكتساب الثقة ويهدد القائمون على اللعبة المشاركين الذين يفكرون في الانسحاب بقتلهم مع أفراد عائلاتهم حالة طبية غريبة قد لا يعرفها الكثيرون يكون المصابون فيها عاجزون عن التخيل ما هي هذه الحالة وكيف يمكن تشخيصها؟ نتابع التقرير التالي أغلق عينيك وتخيل سماء صافية وبحر ممتد أمام بصرك طيور النورس مجتمعة على الشاطئ ونسمة باردة لطيفة تداعب وجهك هل الصورة واضحة في ذهنك؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تكون بديهية لكن هل تعلم أن هناك من لن يستطيع أن يتخيل الصورة؟ هؤلاء الأشخاص مصابون بحالة ورضية خاصة تسمى الأفنتازيا أو عدم القدرة على تصور الأشياء وهي تصيب واحدا من أصل خمسين شخصا وعلى الرغم من أن نسبة وجودها تعد مرتفعة إلا أن تحديد ما إذا كانت حالة الأفنتازيا موجودة أم لا هو أمر بالغ في الصعوبة وهذا هو ما بدأت بالعمل على التحقيق فيه دراسة جديدة نشرتها مجلة كورتيكس وتنبه المشكلة من أن الشخص لا يعرف ماذا يمكنه أن يرى أو لا يراه وهذا يعني أنك عندما تسأل أحدهم أن يتخيل شيئا يتبين لك أنه يصف الأشياء بطريقة غير موضوعية والاختبار إصابة بعض الناس بهذه الحالة التي تسمى أيضا بالعمل العقلي ابتكر العلماء منظرا خاصا لتشخيص هذه الحالة وقام الباحثون بإعطاء المشاركين منظرا بعدسات ثلاثة ثلاثية الأبعاد بحيث تظهر إحدى العدسات دائرة خضراء مترافقة مع خطوط أفقية فيما تظهر العدستان الأخريتان دائرة حمراء وخطوط عامودية الوهم البصري الذي ولده هذا المنظر يحدث حالة تكون فيها الصور في كلتا العينين غير متجانسة وما يراه الشخص يتأرجح ويتقلب بين الصور المختلفة وهنا يقع التقلب في رؤية الدوائر الملونة وقبل انتهاء الاختبار طلب من المشاركين أن يتخيلوا واحدة من الدوائر الملونة سلفا إن لم يستطيعوا تصور الأشياء في عقلهم ستصبح الدائرة الملونة التي طلب الباحثون منهم تخيلها مسيطرة على ما يرونه وهنا يتم التأكل من إصابتهم بالعمل العقلي أو عدم القدرة على التخيل ويمكن تبسيط تفسير هذه الحالة بأننا عندما نريد إعادة التذكر شيء ما في عقلنا نحن نحاول أن نعيد تنشيط هذه الذكرى ولكن هذه المسارات العصبية تكون معطلة عند أولئك الذين لا يستطيعون تخيل الأشياء فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل بعد إن شعرت بمعاناة المهاجرين عبر البحر لاجئة سورية تصنع سترة نجاة دكية تقي من الغرق أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت جوجل تطور تقنية جديدة لتوصيل الإنترنت عبر الليزر في الهند طور الباحثون في مختبر جوجل تقنية ليزر جديدة تهدف إلى توصيل الإنترنت في ولاية أندرا برادش بالهند وتقوم حكومة الولاية حاليا بتجهيز أكثر من ألفين مركز تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات الفضائية الحرة FSOC الخاصة بشركة جوجل والمقرر أن يبدأ استخدامها العام المقبل صحيفة النهر اللبنانية عنوانت بطل كمال أجسام اعتدى جنسيا على طفلة عمرها أربعة أعوام حكمت محكمة في لندن بسجن بطل في كمال الأجسام بعد أن اعتدى جنسيا على فتاة تبلغ الأربع سنوات وهددها بقتل عائلتها وحكم القاضي على المعتدي بالسجن لمدة 12 سنة مع تمديد سنة واحدة كما وضع اسمه على سجل مرتكب الجرائم الجنسية إلى أجل غير مسمى صحيفة القبس الكويتية عنوانت إحالة حمير إلى التقاعد على ألحان موزارت وبيتهوفن أحالت بلدية تركية ثلاثة حمير مستخدمة في جمع القمامة من الأزقة الضيقة إلى التقاعد وأقامت البلدية مرسم تقاعد لفتت الأنظار أمام الاستبل الذي يقيم فيه الحمير وسط أنغام الموسيقى الكلاسيكية لسيما ألحان موزارت وبيتهوفن كما تم تقديم خضروات وفواكل الحمير تكريما لهم وإلى صحيفة البيان التي عنونت يبيع تداكر مزيفة لحفل غنائي حبس رجل أسترالي لمدة أربعة أسابيع بسبب ضلوعه في عملية احتيال تتعلق ببيع تداكر مزيفة لحفل المغني البريطاني الشهير أدشيرا الشهر الماضي في سنجافورا ودفع كل ممن حصلوا على التداكر ما يعادل 185 دولارا أمريكيا وهو أعلى سعر بيعت به التداكر الأصلية للحفل المحجوز بالكامل صبع بيد لاجئة سورية مغامرة ارتأت أن تصنع سترة ذكية لنجاة من الغرق بعد أن شعرت بمعاناة اللاجئين السوريين ووسعت فكرتها كي تشمل هوات الرياضات الشاطئية والصيادين ومن هم على تماثا مع البحر المزيد في سياق التقرير التالي ذكاء وليد تجربة وابتكار وليد محنة فكرة تعيد بالفرح سترة ذكية للنجاة من الغرق صممتها اللاجئة السورية صبع بيد من إحساسها بأهمية ذلك للاجئين اليوم تدعونا للتعرف على هذا المشروع عن قرب بدأت القصة عندما سافر والد صبع إلى النمسا وهو لاجئ سوري ومن هنا بدأ الخوف يتملك الفتاة التي تقول إنها لم تنم أياما وهي تنتظر سماع نبأ وصول والدها الملهم الرئيسي للقصة فهاجز الغرق وأن لا يجد الأب من يساعده في عرض البحر كان كافيا بأن تأتي بالفكرة وتحاول تطبيقها على أرض الواقع والبحث عن ملجأ عبر البحار غالبا ما يصاحب بحوادث للغرق ويعيد هذا المشروع إذا مرأ النور بآلية جديدة للحد من هذه الحوادث صبع حديثينا عن مشروعك عن ابتكارك هذا ما هو؟ ابتكاري هو اسمه Smart Life Jacket عبارة عن سترة نجاة ذكية مكونة من عدة قطع الكترونية ودارات قهربائية مشبوكة مع بعض بلغة برمجة معينة لإيصال لخفر السواحل عند الوصول ماء بنسبة معينة اللي بميزني أنا أنه سترة النجاة العادية من لما طلعت إلى اليوم هي بسيطة مجرد فيها صفارة وبعض اللدات الموجودة هون وهون بس أنا جبت الأشياء اللي عندهم اللي هي الصفارة واللدات وضفت لها هاي القطع الكترونية حتى أكون مميزة أكتر عنهم وأساعد الناس اللي بتلبسها أكتر هلأ هاي قطعة الجبئاس وهذا سنسور الماء وهاي القطع الكترونية مخبئة ممكن أعمل تجربة بسيطة حتى أثبت كلامي ستضعينها في المياه يعني في كأس من الماء بالضبط أنه هو يمثل البحر حاليا تمام بس أنا في تجربة لمحاكاة البحر يعني بالضبط هاي المسج وصلني هذا المسج ماذا هناك المسج؟ بالمسج بحكي أنه في شخص يغرق في اللوكاشن هاد وبعتلي خطوط الطول والعرض وأنا بدخلهم على الجوجل ماب فهو بحطيني الموقع بالتحديد نعم طب ما هي الخطط التطويرية لهذا المشروع؟ الخطط التطويرية هي أن نربط الجهاز بالأقمار الصناعية حتى أوصل لأكبر مدى ممكن وتاني إشي ممكن يكون في كابسولات كيموية بحيث أنا حسيت بخطر وجود سمك القرش أني أرميها بالبحر ويبتعد عني سمك القرش وممكن أحط فيها جهاز بفحص دقات القلب في حيث أنها طلعت عن المستوى المعقول أو الطبيعي بوصل المسج لخفر السواحل بيحكي لهم في شخص معرض جدا للخطر فهم بيجبوا الإسعافات معهم حتى ينقذوا بشكل كافي متسلحة بالأمل واصلت صيب البحث في الإنترنت وتعلمت طرق تكوين الدوائر الكهربائية واشتركت في مسابقات عدة للرياديين ولقد دعم مؤسسات تعنى بالابتكارات الذكية حتى وصلت إلى إنتاج النموذج الأولي للسترة الذكية فالمشروع مر بمراحل عدة ولن يقف عند هذا الحد مشروع أمل من رحم الأزمات ولد ويستهدف شركات السياحة والصيادين ومراكز السباحة وهوات الرياضات الشاطئية على أنواعها ويفتح أفقا جديدا أمامهم قوامه مزيد من الثقة بعلاقتهم بالبحر لأخبار الآن لنا رياض عمان قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين الجيش اليمني يهاجم الحوثيين في نهم والتحالف يدمر ورشا لتصنيع الصواريخ في صعدة بعد جحيم داعش وشقاء المخيمات نزحوا الموصل يستعدون للعودة إلى ديارهم لعبة موت على جهزة دكية الحوث الأزرق يفتك بأرواح المراهقين حول العالم وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزن الأخبار شكرا للمتابعة شكرا للمشاهدة